بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله وإيامنا وإيامكم بذكرى ميلاد الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعتي في الآخرة الإمام الحسن سلام الله عليه كان متميزاً في قصائصه الجسدية والروحية كيف لا وهو كان وريث أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه وكان وريث جده النبي صلى الله عليه وآله في رواية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال قال للإمام الحسن سلام الله عليه قال أشبهت خلقي وخلقي هذه الرواية من الروايات المتواترة التي يرويها جميع المسلمون جميع المسلمين بأنه الإمام الحسن سلام الله عليه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا كذلك في رواية أخرى أنه كان الحسن عليه السلام أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وسؤددا وهديا من الناحية الجسدية كان الإمام الحسن سلام الله عليه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله ومن الناحية السؤدد والهدي أيضا كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله توفيق النبي صلى الله عليه وآله طريقة النبي هدي النبي مشي النبي هذه كلها كان الإمام الحسن سلام الله عليه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله في رواية أخرى بأنه كان الحسن بن علي عليه السلام أبيض مشرباً حمرة يعني كان بياضه مشرباً إلى الحمرة ما إلى الحمرة لا إلى الصفرة أدعج العينين وهي إشارة إلى وسع العينين وهي من إحدى علامات الجمال سهل الخدين كث اللحية ذا وفرة يعني كانت لحيته المباركة كثيفة كأن عنقه إبريق فضة من شدة الجمال من شدة البياض من شدة نقاء البشرة هذه كلها من علامات الجمال ومن علامات أوصاف الإمام الحسن سلام الله عليه التي هي أيضاً أوصاف جده النبي صلى الله عليه وآله مليحاً من أحسن الناس وجهاً كان جماله من أفضل أنواع الجمال عند الناس عند الرجال لذلك أعبر عنه بأنه كان مليحاً المليح بأنه الإنسان المحبوب الإنسان الجميل في الملامح يسمى إنساناً مليحاً بأنه عندما تشاهده تعجب به يدخل حبه إلى قلبك وكان يخضب بالسواد وكان جعد الشعر حسن البدن كان شعره كثيفاً طويلاً وكان بدنه جميلاً لا هو بالطويل ولا هو بالقصير كان إنساناً مربوعاً كما يطلق عليه كذلك ورد بأنه جاءت فاطمة سلام الله عليها وقالت يا رسول الله هذان ابناك فانحلهما يعني أعطيهما هدية أعطيهما شيئاً جميلاً شيئاً محبوباً لهما لأنهما ابناك أعطيهما هدية لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما الحسن فنحلته هيبتي وسؤددي وأما الحسين فنحلته سخائي وشجاعتي هكذا عبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن العطية والهدية التي قدمها للإمام الحسن سلام الله عليه هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله تزديد رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الله سبحانه وتعالى هذين الأمرين هذين الخصطتين هي من الأمور التي أعطيت للإمام الحسن سلام الله عليه كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف الإمام الحسن قال ولو كان العقل رجلاً لكان الحسن هذا العقل هذه النعمة هذا الشيء الذي الله سبحانه وتعالى ميز به الإنسان عن غيره من المقلوقات وكرمه بها هذا الشيء لو أراد الإنسان لو أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصف العقل أن يجسد العقل من الناحية الخارجية من الناحية الواقعية على أرض الواقع لكان الحسن سلام الله عليه من شدة عقل الإمام الحسن من شدة حكمة الإمام الحسن سلام الله عليه رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن بأنه لو أردنا أن نمثل لكم العقل على أرض الواقع لكان الإمام الحسن سلام الله عليه كذلك كما قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن بأنه أشبهت خلقي وخلقي هذا من ناحية الخلق أما من ناحية الخلق فالقرآن الكريم جاء وبيّن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضه من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله سبحانه وتعالى أشار إلى عظمة خلق النبي صلى الله عليه وآله وقال له لو كنت فضا غليظ القلب لنفض الناس من حولك لتركوك يا رسول الله ولكن سر جاذبيتك يا رسول الله أنك كنت رحيما بالناس لم تكن فضا مع الناس لم تكن غليظ القلب في التعامل معهم فإذا قررنا هذه الآية المباركة بهذه الرواية التي ذكرناها بأنها أشبهت خلقي وخلقي لو وجدنا بأن الإمام الحسن عليه السلام أيضا كان يتميز بهذه الأمور التي ذكرناها كان رحيما لم يكن فضا لم يكن غليظ القلب كذلك في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه أيضا من صفات خلق النبي صلى الله عليه وآله أنه كان أولا حريصا على المؤمنين كان يتأذى إذا وجد إنسانا مؤمنا في ضيق في شدة في مصيبة كان يحرص دائما على أن يكون المؤمن يعيش بحياة هنيئة سالمة في هذه الدنيا كذلك يقول أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم كانت صفته صفة الإمام الحسن سلام الله عليه لأنه كان يشبه جده النبي كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين كان يقضي حوائجهم يساعد فقراءهم يساعد المحتاجين يقضي لهم الحوائج يكف عنهم البلاء يكف عنهم المصائب وإن شاء الله سنأتي وسنبين عظمة مواقف الإمام الحسن سلام الله عليه وكيف أنه بهذه المواقف المباركة حافظ على شيعته كذلك في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم هذه أكبر دلالة وأكبر شهادة من الله سبحانه وتعالى لرسوله المصطفى صلى الله عليه وآله بحيث أنه وصف أخلاقه بأنها أخلاق عظيمة وإنك لعلى لاحظوا أدوات التأكيد التي وردت أولاً إن وثانياً لعلى وثالثاً أنه وصفها بأنها عظيمة فخلق الإمام الحسن سلام الله عليه كان بما أنه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقاً لذلك كان هو يتمتع بهذه الصفة وتنطبق عليه هذه الآية المباركة فخلقه كان خلقاً عظيماً باعتراف القرآن الكريم وبشهادة الله سبحانه وتعالى جعلنا الله وإياكم من المقتدين بالإمام الحسن المشتوى سلام الله عليه بالقول وبالفعل في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة